نرحب بكم في نشرة الأخبار من تلفزيون الكوت تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أقيم صباح اليوم حفل افتتاح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافية سمو الأمير تفضل خلال الاحتفالية بإزاحة الستار إذانا بافتتاح المركز وأكد نائب وزير شؤون الدوان الأمري الشيخ علي جراح أن المركز الجديد سيسهم في إثراء كافة مجالات الثقافة الكويتية أقيم صباح اليوم حفل افتتاح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وقد تفضل سموه بإزاحة الستار إذانا بافتتاح المركز والتوقيع على سجل الشرف إن هذا المركز الذي يعد مفخرة من مفاخر الكويت والذي يحمل اسم أمير القلوب الراحل سيكون له أثر بالق في تطوير مجالات الثقافة لدى الأجيال حاضرها ومستقبلها المركز الجديد الذي يعد أحد أبرز المعالم الثقافية في البلاد سيسهم في إثراء الثقافة الكويتية وتطوير مجالات الثقافة لدى المجتمع الكويتي كما يهدف إلى غرس القيم الوطنية في نفوس الناشئة والشباب جعل مجتمع الكويت ثقافيا أكثر حيوية ونشاط كما أنه سيعمل على قرس محبة الكويت وروح الوطنية والمواطنة المخلصة في قلوب الأجيال المتعاقبة سيدي صاحب السمو إنك اليوم تقطف ثمارة جهد عظم بذل تموه سموكم من أجل تصبح فكرتكم هذه حقيقة واقعة ليجني ثمارها أبنائكم في الحاضر والمستقبل وشهدت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي عن مرافق مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي المختلفة كما تخلل الفعالية فقرات فنية ومسرحية شارك فيها نخبة من الفنانين الكويتين كما تم تقديم هدية تذكرية لسمو الأمير ولسمو ولي العهد بهذه المناسبة